والحقيقة يمكن من حظ موسماني أنه داخل على أربع مطشاط من العارة تقيل يعني رجل فيلر خلص السهل في المنهة كله الترسانة مع طنطا مع افسي مصر حتى المطشاط دي كانت يعني بحالة معاناة شديدة جدا وحتى إن كنت بتكلم عن مستوى الأداء مش بالضرورة على مستوى النتيجة قدر يحسامها؟ قدر يحسامها مفيش شك في ده لكن إحنا عندنا أربع مواجهات زي ما قلت حكي من العارة تقيل ويمكن كنت بتكلم مع أستاذ محمود في الفاصل إحنا عندنا مقاولين بكرة مقاولين السنة دي عامل سيزن يعني مع مدى الناس على أعلى مستوى نخلص مقاولين ندخل أمبي نخلص أمبي نخش في رامد زبعا كده نطلع على المغرب إن شاء الله بإذن يا فا مكان مع أربع مطشاط تقال كابتال محمود طبعا طبعا جمهور النادي الأهلي مستني إيه؟ ومستني إمتى؟ من موسيماني والله هو ربنا يكون فهونه يعني عشان ما نتحكش على بعض يعني هو طبعا عارف أنت يعني الناس لازم تبقى مدركة وفهمة جدا أنه موسيماني مش مع العصاص صحرية يعني أنت لو جبت أعظم مدرب العالم والتيل وتعالى تولى المسئولية في الوقت ده وعندنا البطولة والحدث الأكبر هيقول لك هو الحاجة ما تسألنيش عن البطولة عشان ما شخدعك لا فرقة محتاجة شغله وإحنا محتاجين شغله عمل كبير وما فيش حد يقدر يديك نتيجة ويقطع لأن الكرة توفيه وعدم توفيه خلاص أنت جمهور الآله مطالب بحاجة واحدة أن يدعو أنه ربنا يوفاه في اختياراته يدعو أنه ربنا يوفاه يكون اللاعب تلاقي مقدرين أهمية الحدث وهمية الفترة اللي جاية يدعو أنه هم يركزوا ويحاولوا وتعلموا ويشوفوا إيه الأخطاء والسلبيات وكمان تزويد الإيجابيات عندك مبارات الموالين بكرة الناس تعتقل أنه مثلا المسلماني هيقلب فرقة الآله فهتلقى بكرة فرقة تانية لا طبعا صعب جدا بلسه أنت عندك حجم إصابات غير عادية في الخط الخلف يعمل لك حالة من الرعب هو بيحاول هيحاول يدور أزاي عالجها ويبان الكلام ده هيبقى واضح بكرة وهيتشاف كويس جدا فلما صلحته ولا ضده أن المطشات دي صعبة أو مطشات من العيار التقيل يعني ده يخدمه أكتر في أنه يقايم صح ويشوف صح ويفكر في المرحلة اللي جاية صح ويستعد كمان للودات صح يعني أنت إيه عاوز تقولي أنك تبقى تدريجيا خلاص هي الظروف حط فيها كده يعني هي الظروف فرضت عليه نواجه ثلاث فرق من الثلاث فرق اللي هم يعني لديهم إصرار وعزيم قدام الأهل بيدوا كل قدراتهم متقرامة المولين عنده تحدي اللي هو المركز الثاني خلاص أمبي فرقة كبيرة لأهل الليعب معاه ممكن في افتتاح الدور التالي اللي فتفتاح الفاسة عليها اتنين سيف أول مطش أول مطش هتبقى مواجهة مسير احنا يعني عاوزي الأمور يعني الأمور في الثلاث مطشات لازم أكيد هو هيب عنده مباراة 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 ست أيام تقريباً قبل مطش الوداد قبل مطش الوداد اه طبعاً اتفضل أنك تريح الفرس تيم ولا تلعب بالفرس تيم لا تريح يعني لا ما تريحش أنا موجة نظر يعني ما تريحش لا ما تريحش فرس تيم اه لا لا يعني مباراة خفش عليه من الصباط ما هو الطرف الثاني عنده الساعدات بردو بطولة أفريقيا يعني بردو إيه يعني عنده الكونفدرالية وهيسافر يعني هناك بس الميزة مش يزهاب وياب إنك هيقيم في المغرب عنده ميزة مجمعة مجمعة دولة مجمعة لكن الثلاث ما تشد دول يعني هتكون فرصة للراجل انه هو بردو هيبص وأكيد هو في كلام في تصريحاته بلك أنا مش غير اللي عامله فيلر وبردو يعني عامز أقولك إيه مش هتقدر في ديء الوقت ده تقدر تقلب وده لكن إنك انت تحسن حاجات اللي هي التفاصيل الصغيرة أكيد الناس لازم في المباراة التانية التالتة أكيد هيبدأ يظهر ملمح أو اتنين يعني هو إيه تحس إنك انت خدت اللمسة بدأت تاخد اللمسة ده هيتطلب منه إيه مذاكرة جهد في التدريب وقف صلح بس أنا بتهيالي أستاذ محمود إنه في عامل جديد أو عامل متغير ممكن يصب في مصلحة الفريق بشكل عام وهو الحالة المعنوية للعيبة من تغيير الإدارة الفرنية يعني أنا بتهيالي إنه النهاردة اللعيبة بصل ميستر مرسيماني بشكل مختلف عن فيلر فيلر يمكن إلى حد ما كنت تشعر إنه علاقته باللعيبة مش في أقوى بيكلم في الفترة الأخيرة مش في أقوى حالات كمان اللعيبة عندها مدير فن جديد كله عايز يطلع أحسن ما عنده يعني شايف إنها فرصة إنه يقدم أوراعة ماده للجهاز الفني الجديد وبالتالي الناحية المعنوية دي أو ناحية النفسها دي ممكن تصب في مصاحة أعزك التغيير يعني إيه نتائج التغيير قد تؤدي قد تؤدي بصها أستاذ أحمد المرحلة الجاية وبطورة أفريقيا في مباريات مباريات لعيبة يعني فيه لعيبة عرفة قيمة وقدر المكان اللي هي فيه والتشرط اللي هي لبسها وحجم الجمهور يعني فيه مباريات لا تقبل منها يعني عاوز أقولك إيه لابد من امتلاك الشراسة لابد امتلاك والدفاع وذي فتكره كويس جدا إنه خسرنا 2017 أمام الوداد في المغرب بفاعل فاعل أي بفاعل فاعل وأداء وهنا في القاهرة في برج العرب لما تعادل أهلي واحد واحد الأهلي أهضر في ربع ساعة مش أهلي من سبع أهداف فالتأهل لنهاية أفريقيا سيبدأ من المغرب التأهل للمباراة نهاية هي يبدأ من المغرب مش في القاهرة فنتيكتك وروحك وإصرارك وعزيمك تعتبر مباراة الوداد المقبلة هي مباراة نهاية بالنسبة لك أنه يقول لك الأهلي لو عدى الوداد يعني أنا بقول لك أنت إزاحة الوداد تبدأ منك والوداد عارف كده فهيحاول أن يعمل معاك أقصى نتيجة في مباراة ومن مناسبة برضه عشان ما نرسمش حالة كبيرة قوي عن الوداد الوداد في حالة يعني ناسيبك وممكن أداء وتحسن في الدور وفرق بينه نقطة واحدة وزهر لعبت لكن عاوز أقول لك مباراة مستهلة